الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والموصلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة الموارئة السلام عليكم أتمنى من الله تكونوا بخير إن شاء الله أنتم وولداتكم وطيوراتكم اليوم في إطار سلسلة الأدوية دونك عنا نتكلم على واحد دواء اللي واسمته الكوكسينوفا الكوكسينوفا اللي تتكون من مادة سلفا ديميغازين دونك المشتقة من مادة سلفاميد سلفاميدة الإخوان بين قوسيرا وموداد حيوي دونك انتيبيوتيك وموداد البكتيريا اللي تتنصح بين قوسيرا لإستعمال ديالوم ها واحد المادة أخرى اللي هنت ترقو لها من بعد إن شاء الله دونك تتكون عندها فعالية أكثر السلفاميدة هما بالعموم تتتعملوا كويقاية من الإنفكشن للجهاز العدمي والجهاز التنفسي وبالخصوص كعلاج للمرض الكوكسيديوز كما شننا في الفيديوهات السابقة بعض الأدوية لا ينصح استعمالها من تكون الطير عنده مرض كابيد والكوكسينوفا حتى هو كذلك إذن الطير اللي كان في مرض كابيد أو شي مرض كلاوي فلا ينصح استعماله على طريقة استعمال طريقة استعمالة نعطو 1 جرام ديال الكوكسينوفا في 5 إطرو ديال الماء مهم الإخوان إن شاء الله هنطرقوا من بعد الفيديو ديال سيفا كوينول إن شاء الله ونتكلموا عليه باختصار هنخليكم مع الفيديو وتبارك الله عليكم والإخوان ننسى الاشتراك يشترك الآن باش يوصلوه الجديد ويقدر يطلح تعالي البلايليست ديال سلسلة الأدوية وشوف الفيديوهات اللي فاتوا إخوان مالي السلام عليكم وتبارك الله عليكم كامل شكرا